اشتركوا في القناة توصلت دراسة مؤخرا مفادها انه لا علاقة للذكاء بضعف مستوى بعض الطلاب في حل المسائل الرياضية بل ووارد بشكل كبير ان يكونوا عباقرة بالرغم من نفورهم من هذه المادة بحيث اكدت التجارب العلمية ان مقولة وجود اشخاص موهوبين بالفطرة في الرياضيات هي اسطورة شائعة ولا اساس لها من الصحة وتوصلت اليزابيث ستيرن الباحثة بمعهد الزيوريخ السويسري للتكنولوجيا الى هذه النتيجة والتي اثبتت بان ضعف مستويات بعض الطلاب في مادة الرياضيات هو رجع الى خلل في انظمة التعليم التي تنهجها بعض الدول او المؤسسات التعليمية وقالت الباحثة في هذا الشأن ان المذاكرة الجادة والفعالة تفوق اهمية الجينات بالنسبة للطالب فيما يتعلق بمادة الرياضيات كما ان مقولة ان بعض الطلاب ليس لديه مستعداد فطري لتعامل مع هذه المادة من شأنه ان يشكل عائقا وعقبة تكون سببا في احباطهم وجعلهم ييأسون ويكرهون هذه المادة ولاثبات ذلك بشكل عملي وتطبيقي وجريت دراسة على 3520 طالبا في مادة الرياضيات توصل من خلالها الباحثون الى ان تقدم مستوى الطلاب في مادة الرياضيات لا علاقة له بمعدل ذكائهم البتة ولكن عن طريق تشجيع الطلاب على مذاكرتها وتحبيبها لهم سيساهم ذلك في رفع مستويات طلاب اقل ذكاء من غيرهم ويجعل طلابا مستوى ذكائهم يصل الى حد العبقرية فاشلين في المادة ذاتها اذا تم عكس ذلك عزيزي المشاهد اذا اعجبتك الحلقة فارجو ان تشترك بالقناة وشارك الحلقة مع اصدقائك واحبائك وان كنت مشتركا من قبل فاضغط على زر الجرس الموجود امام زر الاشتراك ليصلك كل جديد شكرا لك